في النهاية الرئيس تلقى الدعوة عشان برده تبقى فاهم الرئيس المصري فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي تلقى الدعوة من شقيقه الأمير أو صاحب السموه الأمير تميم أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح كاس العالم بالدوحة 2022 وزي ما بقول لكم أول مرة المونديال يبقى عندنا في المنطقة العربية وأنا من الناس اللي دايما طول الوقت بالمناسبة طول الوقت غالبا من ساعة ما تولدت ومن ساعة أنا امتهنت هذه المهنة يعني أنا راجل من الناس اللي تحب توصفها إن أردت بالتعبير الشهير مسألة أنه أيوة أنا قومي جدا في هذه الأمور اللي فيه خير للمنطقة العربية براه في أي دولة من المنطقة العربية أراه خلينا جميعا أنا من الناس اللي معرفش ليه كل ما شوفي الأوبيرات الشهير بتاع وطني حبيبي الوطن الأكبر عناية دمع من وانا قدي كده مش علشان أي حاجة إلا إنه طول الوقت كنت طفل فمراهق فشاب فرجل فكهل حالم طول الوقت بوحدة عربية مستمرة وبقدر حبي وتأديري للزعيم جمال عبد الناصر بقدر من أنا مش ناصبي لكن عندي نفس الحلم بتاع أي مواطن عربي سوي عايز العالم العربي واحد أمل حياتي أشوف الولايات العربية المتحدة أمل حياتي أشوف اقتصاد عربي فيه وحدة زي اقتصاد الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال أول الله وخد بالك المسألة ما هي السهلة وخد بالك هنلاقي كم عقبات غير طبيعية من كل الدنيا العرب دول لو اتحدوا لا ما يكلوش العالم يدلعوا العالم ترجمة نانسي قنقر